الله وكيلكم إذا أنتم نمتوا بالليل وبهالف الليل وهالقصور مالتكم والكيفات مالاكم والدفع عليكم وعلى جهالكم إذا أنتم جاعدين مرتاحين والله إحنا ما مرتاحين والله بالمطرة ما نمنى لم يعد محتلا لكن نازحيه بمئات الألاف لم يعد مستباحا من سيطرة داعش الإرهابي لكن نازحيه في الخيام لم يعد تحت وطأة الحصار والدمار لكن نازحيه عنوان شاهد على مأساة العراقيين في القرن الحادي والعشرين أقوال بلا أفعال نداءات وصرخات يطلقه أطفال ونساء نزوح لما يمرن فيه من عذابات تحمل قصوة البرد في الشتاء وحرارة التقص في الصيف وعود البرنامج الحكومي الأخير أفادت بإنهاء ملف النازحين كاملا خلال ستة أشهر من تاريخ بدء الحكومة إلا أن ذلك أيضا وعد لم يتحقق تضارب في التصريحات بين وزارة الهجرة والمهجرين ولجنة إعادة النازحين في ديالا فالأولى تؤكد إنهاءه خلال العام الجاري والثانية تقول إنه انتهى مصادر أكدت أن تحقيق حل جذري للملف الشائك لن يتم إلا بتدخل حكومي حازم وبإخراج الفصائل من المناطق الخاضعة لسيطارتها ومزال نحو 37 ألف نازح عراقي في المخيمات بحسب إحصاءات رسمية السابقة على أن هذا الرقم لا يتضمن النازحين خارج المخيمات والذين تزيد أعدادهم عن 750 ألفا يقيمون في مجمعات سكنية وعلى نفقتهم الخاصة في بلدات عدة بأربيل والسليمانية فضلا عن بغداد والأنبار وغيرها ملفات فساد وترويج سياسي عنوين يثق بها محللون كأسباب رئيسية لعدم حل ملف النازحين ولأن العقدة السياسية تزيد حجم التأزم لمشكلات حولت حياة العراقي إلى جحيم دائم تماما كما هو ملف النازحين الضائع بين خلافات قوى سياسية على ملفات عدة كانتخابات مجالس المحافظات وورقة الخلافات التي خرجت الوعود بإنهائها بين بغداد وأربيل وفي الداخل الكردي كذلك يضعطش النازحون خصوصا على أن تتحقق شعارات الخطب السياسية الأخيرة في تحويل واقع مرير إلى استقرار يعيد العراقيين إلى أرضهم بعد أن أصبحوا غرباء مشردين على رقعة خيام فيها